مرحبا جميعا وأهلا يا أصدقاء إن شاء الله خلال هذا الفيديو راح أشرح لكم ثلاث خطوات تساعدنا في تعلم اللغة الإنجليزية وفي تطويرها بشكل عام لأنه مهما تعلمنا أي لغة لابد أن احنا نمارسها بشكل مستمر علشان احنا نطور منها وما نفتقد أي مهارة اكتسبناها أثناء تعلمنا للغة أولا راح أشرح فكرة كيف أنه احنا ممكن نتعلم اللغة الإنجليزية خلال يوم واحد فقط الفكرة بشكل مختصر أنه لازم نختار يوم واحد في الأسبوع يكون اليوم الأنسب لنا أن احنا نكرس في تعلمنا اللغة الإنجليزية بحيث لما نتعلم اللغة خلال يوم واحد راح يأثر هذا التعلم على باقي الأسبوع لما نصادف أي كلمة مشابهة ولمنمارس الكلمات اللي احنا تعلمناها خلال الأسبوع المقبل راح نشوف فيه تطور وبدون ما نحس راح نتعلم أشياء مرة كثير فرح أبدأ الحين بشرح الفكرة بشكل كامل وراح تسوعبونها معي وبإذن الله راح تفيد كثير منكم راح أركز إن شاء الله على ثلاث خطوة جدا مهمة وأساسية عشان أتعلم أي لغة أولا اللي هي القراءة ثانيا الكتابة وأخيرا اللي هي المحادثة طيب أول شي خلونا نبدأ بالقراءة بالنسبة للقراءة ما أتكلم عن قراءة الكتب بحد ذاتها ولكن قراءة أي شيء معين لأنه إحنا أشخاص قارئين ونقرأ كل يوم مقالات كابشنز على صور بالإنستجرام أحيان ممكن يكون على صفحات تنبلر أحيان إحنا نتفاداها ونحاول أنه ما نقراها ويعني ني أسمي البداية ولكن لو أعطينا نفسنا فرصة في قراءتهم راح نحصل أنه اللغة عندنا تتطور بشكل لا إرادي بالبداية لما كنت ما أفهم معنى كلمة معينة كنت أحاول أن يأفهم الكلمة من السياق حق الجملة وهذا الطريقة أشوفها هي الطريقة الأنسب والأفضل لأنه لما إحنا نحاول أن ترجم كل كلمة ما فهمناها راح يأخذ مننا وقت وراح نحس بالملل وبالأخير نحس بالإحباط ونوقف عن هذه التجربة بشكل كامل وطريقة الثانية اللي كنت أمر أحب أني أسويها أني أضلل الجملة اللي ما فهمتها تقريبا وأشغلها صوتيا باستخدام الماكبوك جدا يعني طريقة سهلة وأسمعها لما أسمعها أحس أني فهمتها أكثر وأحس أنها صارت سليسة فهذا الطريقة أيضا جدا أنصح فيها ممكن بعض الأجهزة ما تدعمها ولكن لو جهازك ما يدعمها أتوقع في تطبيقات كثير تقرار لكم مثل ترجمة جوجل مثلا مرة ممتاز وبالنسبة لقراءة الكتب في نوعين قراءة الكتب الإلكترونية أو الكتب الورقية الكتب الإلكترونية جدا يعني سليسة قراءتها ممتعة جدا ممكن إحنا نقرأ الكتب عن طريق اللي هو تطبيق آي بوكس الموجود على أجهزة أبل أو ممكن إحنا نقرأها عن طريق تطبيق كندل واللي أشوفها جدا ممتاز لما نواجه أي صعوبة في قراءة الكتاب ممكن إحنا نضالل الكلمة ونفهم معناها من المعجم هذه الطريقة تعتبر مثالية لفهم معنى الكلمة أفضل بكثير من أن إحنا نعرف معناها باللغة العربية ورح تتبط بخنا بشكل أفضل وأسهل ورح نحاول أن إحنا نربط معانى الكلمات مع بعض لا إراديا يعني يصدقوني للموضوع بسيط إلى هذا الحد الكبير وفي ميزة مرة حلوة في تطبيق كندل ممكن إحنا نسويها نضلل الجملة اللي حابين نسمعها ونسمع هذه الجملة صوتيا استماعكم للكلمات يساعد ويحفظ إن إحنا نحفظها ونرمزها بعقلنا أسهل إن إحنا جالسين ناخذها عن طريق يعني حاستين اللي هي البصر والسمع فأشوفها طريقة جدا مثالية وممتازة وأخيرا بالنسبة للقراءة الورقية سنتين استويت لكم فيديو راح أترك إن شاء الله الرابط سحة في صندوق الوصف اتكلمت فيه يعني بشكل كامل عن القراءة الورقية ولكن هذه المرة بظيف يعني نصيحها جدا سهلة وبسيطة في بداية قراءتنا للفصل راح نضلل أي كلمة ما فهمناها نحط قوسين عند الجملة اللي حسين أنها يعني ما دخلت مخنا بشكل مضبوط ونهاية كل فصل نرجع ونحاول إن إحنا نفهم الكلمات أكثر يعني أشوف إن هذه الطريقة جدا رائعة وممتازة بحيث إنه مو إحنا جلسين نقرأ نرجع نشوف لا يعني نهاية كل فصل نرجع نشوف أشوف الأشياء اللي ما فهمناها أشوفها طريقة سهلة أكثر وممتعة أكثر واستفدت منها شخصين كثير لما أجي أقرأ كتب تكون سدها ثقيل علي والكلمات اللي فيها يعني ما مرت علي بالحياة الأومية وصلنا الحين عند الخطوة الثانية واللي أشوفها جدا مهمة واللي هي الكتابة لما أتكلم عن الكتابة لا تفكرون إنه راح يكون شيء صعب ورح نكتب شيء طويل لعادي مثلا ممكن احنا نبدأ بكتابة كابشن معين بالنستجرام بدل ما نكتب باللغة العربية نكتب باللغة الإنجليزية ومثلا نكتب منها باللغة العربية النسخة أيضا ممكن نكتب تغريدات باللغة الإنجليزية كبداية فمو حابة أتكلم عن الموضوع بشكل مطول لكن شخصيا أحاول جد أنني أكتب على تمبلر أشيء أكثر باللغة الإنجليزية أحيانا أكتب بالجورنال الحقتي باللغة الإنجليزية مع أنني أكتب بالعربي أكثر ولكن أحاول أنني أسويها مثلا كم مرة كده بالأسبوع تتاعدنا كثير وتيسر لنا فهم اللغة الإنجليزية وأيضا تبين لنا كل شيء إحنا جالسين نطور في أنفسنا على مدار الأسبوع كامل بالأخير هي عبارة عن نتائج تعلمنا للغة فأشوفها جدا خطوة مهمة ولازم أن أحنا نمارس تابعي طريقة كانت وبنسبة للخطوة الأخيرة واللي أشوفها جدا مهمة وأساسية خصوصا للتعلم عند المبتدئين واللي هي المحادثة شخصيا حملت تطبيق كامبلي تقريبا قبل كم يوم وتحمست مرة أني أجربة ما اشتركت فيه للحين ولكن كان عندهم تجربة خمس دقائق للمحادثة فمرة تحمست فتصلت بواحدة من المعلمات وتكلمنا لمدة خمس دقائق ومرت كأنها خمس دواني المعلمة كانت جدا بشوشة ولطيفة وما كنت حاب المكالمة تخلص من كثير كما أنه حسيت كذا مجلسة أتعلم مجلسة أمارس اللغة جالسة كذا يعني أتكلم مع شخص عادي ونتكلم مواضيع جدا لطيفة وحلوة فعلى الرغم أن تشربتي كانت جدا قصيرة خمس دقائق ولكن حسيت الفرق جدا كبير جدا استمتعت فأفكر الحين صراحة أني أشترك بالتطبيق هذا ولو عندكم أنتم تطبيقات ثانية تنصوحوا فيها اكتبوها تحت في التعليقات لأنه شخصيا أشوف سرفت أننا نروح عند معهد معينة تعلم اللغة الإنجليزية أشوفها شوي مملة كأنها مدرسة يعني وما أحس أننا جالسة نتعلم بشكل حلو وممتع وسهل وسلس لكن تطبيقات كهذه أشوف أنها جابت يعني نتيجة مرة حلوة فأنتم حملوا التطبيق وجربوا الخمس دقائق المتوفرة وكتبت تحت في التعليقات تجربتكم مع هذا التطبيق شخصيا أنا مرة أعجبتني وبكذا يا أصدقاء أنكم وصلنا إلى نهاية الفيديو وأتمنى إن شاء الله أن الفيديو أفادكم استمتعتم وستفدتم من الفيديو إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تعطون الفيديو أكبر لايك أتمنى لكم يا أصدقاء يوم سعيد أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي